موسيقى برحب بحضراتكم معنا مرة تانية برحب نيفتك معنا يا سيدنا مرورنا يمكن بنكمل مع نيفتك الرسائل وعندي رسالة بتقول مساء الخير أنا شاب في سن 35 سنة متجوز من 11 سنة وبعد الجواز بست شهور اكتشفت أني زوجتي على العلاقة بشاب مش مسيحي وما تكلمتش ولميت الموضوع وبعدها حصل كتير من نفس النوع وكنت بقفل أي حور عشان خطر أولادي لكن الموضوع فيه بجاحة لدرجة أنها اعترفت على نفسها ليا أنها على علاقة من أكتر من شخص لكن مش معايا دليل ولا تسجيل إيه الحل؟ حاليا لها سنتين عند أهلها وبينها أضايا هو أساب رقم تلفول إيه الحل؟ هو بعد ست الشهور لما اكتشفت أنها على علاقة بآخر كان لازم يدخل الكنيسة في الخط أصلي الموضوع بيبقى محتاج عامل روحي هو ده رمى متقبل أن يعيش معاها لو تابت يبقى اللازم يدخل الكنيسة مش العنف اللي حيبعدها ومش عايز عامل ربنا عشان يغير قلبها ويغير مشاعرها أحيانا إحنا كالكنيسة من خلال علاقتنا ببعض أجهزة الدولة بنقدر نشغل على الطرفين إحنا كأباء نتوب الشخص ومع أجهزة الدولة ممكن نبعد الشخص الآخر فبيبقى عندنا إمكانية الحل الجزري من كل جوانبه يعني وخاصة من يكون الجيسة لكيسة طيبة بأجهزة الدولة فهو كان لازم يدخل الكنيسة من البداية ولا يعتمد على ذاته في هذا الأمر وبعدين لما تقرر الأمر واعترفت على نفسها وفي الآخر لها سنتين هو ما عندوش أي دليل على إدانته واضح طب هو عايز إيه؟ عايز يطلق عشان ياخد تسريح زواج هنا لو الكنيسة عارفة والكنيسة مقتنعة مش مهم الدليل عشان الكنيسة مدام الكنيسة عارفة وأبونا بتاع الكنيسة هيقدر يكتب تقرير للمجلس الكتريكي المسؤول هنا يتبقى إزاي يحصل على الطلاق دايما بنصح ولادنا ما تخشش ترفع قضية لانحراف الطرف الآخر ليه؟ نسبة نجاحها محدودة جدا حتى لو معاقى دلة؟ هي قرائم في اللائحة الثمانية وتلاتين القرائم مش هيأخذ بيها ببعضين يعني الواقع نفسها وإثباتها وشهودة على الواقع وده مستحيل يمكن نشكر ربنا في القانون الجديد اللي احنا اشتغلنا فيه حطينا مبدأ القرائم عشان نساعد القادي انه دي قرائم تشير فالواقع موجودة بس مش بحتاج دليل على الواقع نفسها في مؤشرات عديدة بتقول ان فيه علاقة فحسب القانون الجديد لما يتم اعتماده من البرلمان هيبقى سهل إنما حتى اللحظة بيبقى شبهه مستحيل انه ياخد حكم في صلحه لعدم إثبات الواقع نفسها بشهود هنا بقى بيبقى في مداخل أخرى فأنا ممكن اتواصل معه طيب هو كمان سايب رقم تليفونه فأنا هتزيل ان يفتك فيه برضو من دن الحاجات الديهانية وانا هشوف أشكرك جزيلا يا سيدنا طيب احنا معانا تليفون ألو أيوة سال خير سال نور أنا بقالي سنتين من تزوجها بقالك سنتين متجوزة آه آه وقعدت مع جوزي خمس شهور بالزبط تمام وللوقت دي لي سنة ونص زعلانة بقالك سنة ونص عدة في بيت أهلك آه آه طيب ايه المشكلة بقى ليه المشكلة انه هو بيضربني كتير ومتشوقك فيه يعني بيعمل حركات مش كويسة بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل حاجات مش كويسة آه حاجات أخلاقية يعني آه آه معاها ولا بره طيب بيعمل الحاجات دي معاكي ولا بيعمل الحاجات دي بره نا الله مع مرات أخوك نا مع مرات أخوك آه آه أنت معاكي أولاد لا انت حامل وخلانه سجبت هو اللي خلاكي تسقطي آه طيب سيدنا هيسؤال سؤال أنت لسبت البيت ولا هو اللي طردك من البيت لا يا سيدنا أنا ليسدت البيت حي طيب حضرتك عايزة مننا إيه أنا عايزة أروح لهو مش راضي هو اللي مش راضي كمان يعني أنت قابلة بوضعه ده بس هو اللي مش موافق طب اتكلمت مع الأباء في الكنيسة اه اتكلمت مع أبونا مع الأباء التهنة اللي في الكنيسة ويعني مجادرش عليها هو أنت أنتو اللي اتنين من نفس الإبراشية يعني أنت من نفس المكان وهم من نفس المكان ولا أنت من محافظة أم محافظة لا أنا من التعيد وهو من السعيد طبع من النهبة طبع البحيرة اه يعني هي من السعيد وهو من السعيد وهم من السعيد وانت دلوقتي في السعيد ووعيت في السعيد اه وانت كلمتي أن هي أب كاهم بالأب السعيد لا كلمت في السعيد واردودهم ايه السعيد اشوف الحيات مشد عدد مه جايز يعني مقاييسك الكويس ومش الكويس مختلفة عن مقاييس بتوع بحري في فرق بين غلط بمعنى الغلط وبين معاملات بدلة شوية فجايز هي معاملات بدلة مش عكباكي لا بس يتجيدنا انا صراحة ربنا شك يعني حاجات وهو كمان رفع ورق فتح ورق في المطرانية وقال بيسألوه برضو ايه السابق بيجعلوا كده رح هو طلع علي كلام مش كويس برضو طلع عليك انت كلام مش كويس اه طلع علي ان انا ما كنتش لما اوضى تشاهدني ان انا قلت لما انا بكتل ضد الدنيا لا الكلام ده ما قالوش معنى لما كنتش سوري يعني في التعبير لما جينا في المجلس واحد بيقول ما كانتش طب عاشت معا بعدها ليه بعد ما عرفت هو عارف كده هو جال علي انا كده طيب معلش انت اكتشفت العلاقة دي يعني بعد قد ايه من الجواز يعني بعد خمس شهور ولا من الاول هو كان كده لا بعد تدديني بعد و بعد خمستاشر يوم على طول بشي انا اتحملت المتنازل معين حتى ان هو كان متجوز كده ومعه بنتين يعني هو كان متجوز ومعه بنتين اه وانت اكتشفتسي العلاقة دي بعد خمستاشر يوم من الجواز اه حضرتك عندك كم سنة انا سمي خمسة ثلاثين سنة عشرة طيب هي تعمل يا سيدة ايه تنتظر بأهولي اخذك انا عايزة ارجع انا عايزة ارجع ده هي عايزة ترجع يعني عايزة تروح تقض انت عايزة تروحي تقضي معا تبو انت مستحملة ان هو يمدي ايده عليك ويدرابك عشي خطر عايزة اعيش وعايزة رب برضو ده انا سراحة رب انت عايزة تربي بناتو اه عشان لبيهم بناتي يا تاهمة صارحة ربنا وقلتها ربيهم بس هو انه يتحفز ده يتحفزين انا بجد انا بحب بناتو بحبه يعني ربنا يعني تربي بناتو بس ابنتي مفيش واحد بيسيب واحدة اتجوزها بعد خمس شهور وصرف على الجواز اللي كانت عنده اسباب قوية انه هو مش عايزة اه انت شايف انه ايه الاسباب اللي بيقولها علشان يبرر للناس من انا ترطاها انا بيقول ما كانتش بنت وقت الجواز ده اللي بيقول بس انا رفت اتشافت عند دكتورة اسماها الدكتورة عريمة اسكندرية اه وبعدين قالتلك ايه الدكتورة عريمة اسكندرية جالتلي قالتني عندك حاجة اسمها زي الماضي زي مطار اه خلاص انا فهمت 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 اه الكنيسة اللي تابعه هناك ايه وانا حاول اتصل بالكنيسة طيب سيدنا هيتصل بالكنيسة هناك بس سيبي اسمك واسم جوزك والعنوان اللي انتوا كنتوا سكنين فيه تمام؟ خلاص سمعاني؟ طيب فيه رسالة تانية يا سيدنا بتقول سلام يا سيدنا انا عندي 24 سنة بيتقدملي عرسان كتير قوي لكن لسه مش مرتاحة مع حد كل الناس والخدام اللي معايا في الكنيسة بيقولولي براحتك انت لسه صغيرة بس ماما بتقولي اني شايفة نفسي ومغرورة بجمالي واني مش حلوة وما ينفعش اتشرط واختار حتى لو كان كلامها زار بس بيوجعني قوي بحس ان الناس كلها بتديني قيمة الا اقرب واحدة ليا فانا مش عارفة اعمل ايه انا حاليا فيه حد متقدملي اكبر مني بعشر سنين وانا محتارة عشان السن وبفكر اوافق عشان تعبت من كل الناس اللي حوالي انا اتخطبت مر قبل كده وجي قبل الخطوبة باسبوع ومن غير اسباب قال لي انا مش عايزة اكمل اتوجعت قوي لكن عرفت عدي وانزل الخدمة بس خايفة اتخطب تاني وخصوصا اني كنت مبسوطة معاه وكنت شايفة انه هدية من ربنا لان كل حاجة كنت بتمنها في شريك حياتي كانت فيه فحاسة اني مش عارف اتخطب لحد زيه تاني ارشدني يا سيدنا اعمل ايه؟ نمرة واحد هو سبها ليه؟ هي متعلقة بيه اه هو في كل الفضائل اه انها ما سبها ليه تبريره لتركه ليها ايه؟ عشان تستفيد من الموقف دي نمرة واحد نمرة اتنين اه النهاردة جاي لها واحد فرق السن عشر سنين انا هاعتبر فرق السن عشر سنين ده احد البنود اللي بتقلقني شوية بس باقي المواصفات ايه؟ هل مواصفات الاخرى ايجابية من جهد مستوى التعليم المستوى الاجتماعي تباعه؟ هل هي ممكن تحبه ترتحله؟ يعني تشوف العوامل التانية انا مش عايزة تتجوزه لمجرد الجواز ومش عايزة تتجوزه نتيجة ان فيه خطوبة سابقة فجتلة ومش عايزة تتجوزه نتيجة ضغط للأهل لانها فعلا لسه صغيرة 24 سنة فعلا مستعجلة ليه؟ لسه بدري فهي لو اقتنعت بالشخص وحبت الشخص هقولها اكملي انما تتجوزه لمجرد الجواز عشان هما بيقولولها كده اقعدت تجوزي طيب انا بشكرك اولا انه انتي لجأتلنا وبعدتلنا عشان تعرفي المشورة دي من سيدنا والحقيقة انا بشجع كل البنات اللي في السن ده اللي مش عارفين ياخدوا قرار او مش لقين حد يتكلموا معاه او عندهم نفس نوعية المشاكل دي ومش عارفين ياخدوا رأي يمين يكون فيه حكمة ابعتولنا وسيدنا هيرد على كل اسئلتكم انا اصلا قلقني انها لسه متعلقة باللي فات هو اللي سابها مش هي اللي سابته فالباها هيبقى هنا ومضطرة تتجوز ده فلازم يحصل هيليم شوى لازم هي تنسى اللي فات شوية يا اما تكون مشاعرة قوية قوي تجاه الحالي فحترغي اللي فات بيقولولي بالنسبة للولاد ايه لأ الولاد طبعا يبعتولنا بس احنا عشان البنات بيبقوا محترين في اتخاذ القرار فطبعا لما يلجأوا لحد طبعا زي سيدنا قامة كبيرة وحكمة كبيرة يرشدهم للطريق المصبوط احسن ما يروحوا ومشمعوا حواليك الولاد ما بيردعوناش ليه لانه هو صاحب القرار هو اللي راح بيخطب طبعا والبنت لانها بتتخطب فبتبقى مترددة توافق او لا هو قرر خلاص ومرتح لديه فمش بيسأل صح صح كده طيب في رسالة يا سيدنا بتقول سلام انا قعدة في بيت عيلة بقالي ثلاث شهور متجوزة عد علي بس خمستاشر يوم وحمتي بدأت في المشاكل على طول عايزاني اقعد عندها تحت الغاية مجوزة ييجي وراحت اشتكتني لحد من قريبي بتقولهم لا بتطلع ولا بتنزل هي سيدنا بتتلككلي على حاجات فاضية بقنا على طول انا وجوزي فنكت بسبب مامته وانا بصراحة تخنقت ومش عارفة اعمل ايه وجوزي مش شايف ان مامته كده بتعمل لنا مشاكل بيت العيلة هنعمل حلقات لبيت العيلة هو بيت العيلة ده مشكلة كبيرة جدا اذا هي ما نزلتش هو بينزل واذا نزل هو سيبني وقعد مع مامته وطرع شبعان انا مامته احرجته اكلته قصة كده وبيت العيلة مرات اخوه لابسة وهي مش لابسة مرات اخوه عندها وهي مش عندها دي مشاكل بيت العيلة الحقيقة بس انا عايز اقول لها بنتي على قد ما تقدر اكسبيها عشان تعيش في سلام قد ما اشغل كده طالما قبلت انك تعيش في بيت عيلة اكسبيها عشان تعيش في سلام طيب يعني حاولي تكسبيها على قد ما تقدري وإيه المشكلة يا سيدنا لما يبقى فيه مثلا نظام يعني تتفق هي وجهزها انه انا ممكن مثلا عدي على حمايتي اقعد معها مثلا ساعة وانت تفهمها ان انا هقعد معها ساعة وهطلع إيه المشكلة ما هو ده نظام لازم يبقى الزوج شريك في وضعه طبعا طبعا والزوج اللي يتبنى عنده أمه ويقول لها يا ماما انا اللي اتفقتي مع امراتي انها تعمل كده وكده فكان لازم هي تتتفق على ده من قبل الجواز مش بعد الجواز صح صح دايما بقول لهم قبل الجواز لازم اتفاق على التفاصيل ده هنعمل لها حلقة مخصوص دي التفاصيل نتكلم فيه عشان فيه واحدة بعتلي بتقول لي هو انا في فترة الخطومة مفروضة تكلم معاه في ايه انا هعلم هتكلم فيه هنتعلم كلنا طيب احنا معنا تليفون ألو ألو مساء الخير طيب تليفون مش معنا فيه رسالة تانية بتقول ممكن رأي سيدنا في المشكلة دي سلام ونعمة يا سيدنا انا خادمة وطبيبة وتقدم لي حد وقت الكورونا وكان قايل انه ضابط ملاحة وشغال في اسكندرية وفاتح بعض المشروعات لزيادة دخله سألنا الكهن عليه كويس قالوا بيحضر الكنيسة ومثبوط شغله ده في عقد الخطوبة والجواز وللأسف محدش بيقول على حد وحش في الأول وبعد الجواز قعدت معايا أربع شهور وبعد ما حصل مشاكل كتير ما كنتش فاهمة سببها وتصرفاته ليه مش طبيعية خالص ورفضوا الصرف على البيت من أول شهر العسل وأنا اللي كنت بصرف وكان بيطلب مني أخذ قروض وبعدها بي ولما حصل حمل طلب مني أنا أزدله ومرضتش وداني عند أهلي وما سألش فيه وبعد مشاكل كتير وهو ووالده حاولوا يجهدوني وبالفعل حصل ده وعملت محاضر والأسف اتنزلت بعد تدخل الكنيسة بس بعد ما كتبت ورقة بالله حصل بأنهم المسؤولين عن الإجهاد عن عمد واكتشفت وأنا بعمل النفقة إنه مش شغال ضابط ملاحة وإنه عاطل عشان كده فهمت ما كانش عاوز ليه أطفال وإن ما فيش مشروعات وإن المشروعات دي بتاعت واحدة غير مسيحية معرفش علاقته بيها إيه وشقت الزوجية ليها عقدين تمليك وإنه ناصب على ناس كتير منهم ناس في العمارة ومنهم ناس تانية وبعدها اكتشفت إنه عمل تغيير ملة بعد الجواز بشهر وما كنتش أعرف كل ده ومكتوب فيها إنه كان بيمارس الشعائر الدينية قبلها ورفعته بطلان جواز وفعلا تم إثبات إنه فيه غش في طبيعة العمل بعد بس ما تحكم ليش عشان لازم يكون غش في شخصه وهو عمل إثبات طلاق وما تحكمش علشان تقريبا جايب شهادة مزورة وفتحت ملف في الكنيسة بس لسه ما ردوش عليا حتى هو كذب عليا والكهنة بتوع المجلس الإكلريكي قالوا إنه شغال في الملاحة رغم تواجده الدائم في محل والده في الفترة الأخيرة محل والده المتواجد به بعد الخلافات ده محل بآلة ويوم الإجهاد رحت أجيب لبس ليا من شقتي والده لما عارف كان جاي جايب شاب في سني في إيده ومحامي وكان مبلغ النجدة ومعرفش كان ناوي على إيه غير الإجهاد وجوزي كان قاعد في عربيته بعيد وكاتب طليقة ابني جاية بتتهجم عليها في شقتي اللي هي شقة الزوجية وكل حكتي جواها محتاج رأيي سيدنا أنا زعلان منها واحدة مثقفة طبيبة وخدمة يعني من جوه الكنيسة إزاي ما تسألش وبعض الأباء بيزعلوا مني لما قل ما تسألش أبونا لأن الرد أبونا قد تعطيقي الإيحاء إنه كويس وقلت أبونا حيرد بزكاء هقولي هو بيجي الكنيسة بس مش هيقول بقى التفاصيل صح وده اللي حصل إن أبونا أقولها بيجي الكنيسة فخدت بيجي الكنيسة ده يعني كل شيء حيقوله بيبقى كويس مع أن كلمة بيجي الكنيسة دي مؤشر من أبونا بيقولها فاتش عنه يعني إنه ما قلها اشتباعه إيه ولا ظروفه إيه ما قلش تفاصيل أخرى ومش بالضرورة أبونا يبقى عارف تفاصيل ومخبيها فكان لازم نسأل لوسط المحيط دي أول ملاحظة تاني ملاحظة يعني أنا نفسي أبونا يكمل بس هو بيجي الكنيسة بنتي بس ما عرفش عنه ويسأله عنه لما يقولها يسأله عنه ده بيديها الإيحاء إنه لازم تتعب شوية لازم تتعب شوية هنا بقى أنا الحقيقة يعني عايزة أقول نصيحة للأباء الموقرين اللي بيحرروا محاضر خطوبة أو عقود الزواج أبونا من فضلك لألا تكون شريك في غش دون أن تدرك لا تكتب معلومة إلا من وثيقة آه داني ما تعتمدش على كلامك أقولها للأباء دايما لا تكتب معلومة إلا موثقة يعني إيه الكلام ده لما هو أبونا حيقول وظيفته هو بيكتبها من تحقيق الشخصية فتنقل من تحقيق الشخصية وظيفته إيه؟ بتنقل من تحقيق الشخصية تاريخ ميلاده إيه؟ بتنقل من تحقيق الشخصية سكنه فين؟ لازم البيانات تطلحها من تحقيق الشخصية وتاخد صورة من تحقيق الشخصية هترفقها بالملف فهنا أبونا كتب أنه هو بيشتغل كذا هل ده موجود في تحقيق الشخصية؟ أكيد مش موجود في تحقيق الشخصية وإلا المسؤول عن كتابة بيانات خاطئة في تحقيق الشخصية يبقى يحاسب وده أنا متأكد أن الشرطة في الجهات المختصة ما بتكتبش معلومة إلا من تحقيق يعني موثقة يعني فأبونا من فضلك اكتب من وثيقة البيانات اللي أنت بتكتبها لألا تسأل كشريك في الغش شريك في معلومات أو بيانات مكتوبة بالخطأ هنا الحياة بنتنا هنا لما راحت اعتبروا أن الغش ده غش ليس في جوهر الشخص ولكن في معلومة عن الشخص عشان كده بس أنا أشكر ربنا أنه في القانون الجديد رعينا أن احنا نوسع دائرة الغش ونكتب من ضمنها الغش في السنة والغش في العمل والغش في المؤهل بدأنا نكتب ده في التفاصيل يعني لو بعد كده حصل بعد إقرار القانون أنه خدعها في سنه أو في محل عمله أو كده تطلب بطلان الزواج ليه بقول كده أصلي اللي بيبدأ حقيقته بالغش في معلومة هيكملها بالغش هيغش في كل حاجة وده اللي اتطلح بعد كده يعني في أمور كتيرة أنه غش في البيت وعقدين ملكية للبيت وهو لآخره فأنا شايف أن الموضوع نفسه أنه هو فيه غش فيتقدر حتى لو لم تتمكن من أخذ بطلان للغش إلا أنه في نظر الكنيسة هو غش وفقا للقانون المجمع المقدس كله وقف عليه حتى لسه لو لم الدولة تأخذ بيه أو غيره أنا أتكلم على الكنيسة بنعتبر ده نوع من الغش في أمور هامة فحتة بقى تطلق ولا ما تطلقش ديها هترجع له ولا ما ترجعلوش يعني نقدر نوجهها تروح في أهل اتجاه عشان يحصل الانفصال إما تستنى لما القانون الجديد يطلع طيب أنت عندك حلين يا تبعت لنا مرة تانية لأنك مش بعت لنا أي وسيل التواصل بعت لنا مرة تانية رقم تليفونك عشان نقدر نتديل سيدنا أو تنتظر القانون الجديد بس يعني لو تقدر يتبعت لنا رقم تليفونك أكيد ده هيكون مفيد لك جدا برضو اسألوا على الناس من مصادر تانية برضو يا أباء وثقوا المعلومة من وثيقة ما تنقولوش من بقى الإنسان وتكتبوه طيب إحنا يا سيدنا معنا تليفون من إيطاليا ألو ألو مساء الخير مساء النور أهلا بيك أهلا بحضرتك تفضل تفضل أنا معك حبيبي أقبل الأهد يا سيدنا الأهد حبيبي إزايك تمام نشكر ربنا كان عندي مشكلة كده يا سيدنا الحلقة اللي فاتت أنا سمعتها أه أنا كنت عدت فترة برة ونزلت مصر أه تعرفت على واحدة يعني أه ورحت تقالت عليها أبك أه وتجوز هو اللي تمام وتمام وتجوزنا هو بعد كده تلعت مريضة مريضة ازاي يعني بيغم عليها ساعات كده وتقالت خبت دمخها من وراء الموضوع تكرر كذا مرة وبعد كده حصل موضوع في البيت عندنا موضوع أعمال وسحر وحاجات زي كده طوله هم اللي عاملينه أولا حاك وتعيش في إيطاليا وجوزها من بصر هل هي راحت عاش لا أمزلت مات يعني أنت رجعت خالص لا أرجعت جوزتها وبعد كده بيه تاجي واروح يعني يعني أنت حاليا موجود في إيطاليا أه أخذتها معاك في إيطاليا أمزلت مات لا لم أخذتها عايشت معها قد إيه حوالي سنتين عايشت معها في مصر سنتين ولا كنت بتردد عليها على مدى سنتين لا أعدت فترة جامدة لما كان في مشاكل في الكورونا السؤالي حبيبي أنا أعدت مدة السنتين كلهم هنا في مصر لا حوالي ثانا وبعد كده بيتها روح واجه يعني يكون كل ست شهور ماشا 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 كل المشكلة أنها بتخبط رأسها في الحيط أشياء مشاكل كتر استهدنا وهو فيه يعني استهدنا بس عليك استهدنا بس عليك استهدنا 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 عليك بس انت بتقولي بتخبط رأسها في الحيط وبتخبط رأسها من وراء الموضوع دا اتكررت كده مانا من وراء مش من قدام يعني اه من وراء اه مش معنى وانا سألت عليها أب كان وماليش الحقيقة ده اللي مديني جدا طب ما استهدنا بس انت كنت بتقول هي بتعمل الحاجات دي وقلت على إنه فيه حاجات سحر وشعوازة وكده هي اللي بتعملها ولا أهلها ولا مين طبعا ممكن أطلب من نيافتك حاجة قول لحبيب ممكن نيافتك لو تحتبر الحالة دي حالة خاصة وأكلم نيافتك بعد الأوة عشان فيه كلام مش عاوز أقوله يعني طيب أنا أكلمك بك انت كلمتني قبل كده وبعدتني رسالة قبل كده لا لا ما حصلش ما خطي فراك بط طيب سيب تليفونك وأنا هطلبك بكرة حبيب طيب سيب تليفونك مع زميلنا وسيدنا هتواصلنا بس هطلبك بكرة مش النهارة أشكرك ألف شكر لك طيب فيه رسالة سيدنا بتقول لو سمحت كنت عايزة أسأل سيدنا على إني مرتبط عبر الإنترنت بفتاة أرمينية وهي أرمينية الأصل أرمينية أرثودوكس وهي تعيش في روسيا وأنا على تواصل معاها وأريد الزواج منها رأيين يفتك إيه سيدنا إذا تجوزتها وإنها تتيجي مصر تعيش هنا وتروح لروسيا وأرمينية زيارات لزيارة أهلها رأيين يفتك إيه سؤال يعني التواصل على الإنترنت ده عارفت بحها يعني أولا من نجاهة إنها أرمينية الأورثودوكس تقدر تتجوز وتقدر تتجوزها في كنيسة عندنا أو في كنيسة عندها ما عندناش مشكلة لأننا رحمل نفس العيلة اللي هي الأوريينت الأورثودوكس مفيش مشكلة أنا أسى الشرقية إنما تسعة وتسعين وتسعة دا يا ده جوازة فشلة لعدة أسباب خلينا بس التكلم بوضوح أو كده أولادنا بيتخدوا لما ببقى واضح كده يعني تعال يا حبيبي نحلل الأمور أولا إيه اللغة المشتركة اللي بينكوا اللي من خلالها تكلمتوا مع بعض إنجليزي عندك بيقسر وهي إنجليزي حرفين ثلاثة حفزة إيه اللغة اللي خلتك تتعرف عليها وتعرف اتباعها وتعرف صفاتها كلها إيه كلام نمرة اتنين خلينا واضحين كده حبيبي أنت بتتجوزها عشان هي تيجي تعيش هنا ولا أنت بتخطط إن من خلالها تعيش هناك وروسيا والجو بتاع روسيا ده بتاع روسيا النهاردة بيسيبوا روسيا يعني مرحليا لأسباب تجنيد ومشتكدام حسن ببدأ رأى في الصحافة يعني حبيبي يدور على واحدة تتطفق معاك في الثقافة والتباع والكنيسة ما لاش تروح بعيد قوي كده وتفكر في الارتباط الواحدة أصلا ما تعرفهاش ولا تعرف أهلها ولا تعرف تاريخها ولا تعرف تباعها جواز من البداية بتاع الانترنت ده حتى لما بيبقى مصري ومصرية بيبقى عليه على متستفهام ونسبة نجاحه محدودة فمن فضلك يا ابني فكر صح دور على بنت الكنيسة على بنت بلدك التي تتطفق معاك في طباعها في ثقافتها في انتماءها الديني من فضلك يا ابني في رسالة تانية بتقول سلام يا سيدنا انا حاليا زعلانة من جوزي وفي بيت ماما تعرف انا خايف في ايه بعد قبلو بتجابي كلامك هي عايزي جدي تقضي شهرين ثلاثة اربعة في مصر تتفسح وتتفسح وتروح البحر الأحمر وتروح لقصر وأسوان وبعد كده تتبه وتمشح الحالات دي على الفقر حالات كتيرة جدا مشتهم كملتش كتيرة جدا وفي الآخر هو بيبقى مش عارف يحلها ازاي يعني هو بقى منجوز كان اشي ومش عارفش بتأي حاجة ليها لأنها تفشت وبرجعات مش تهدي حالات كتيرة جدا وخاصة من منطقة روسيا وأوكرانيا اللي بيجوا في سياحة بحر أحمر ويرتبطوا بيهم وبتمشي وتسفهم بعد شوية نيفتك قري الواقع بشكل فوق الرائع شكرك يا سيدنا أنا حاليا زعلانة من جوزي وفي بيت ماما عشان حماتي متعبة جدا وبتلقى حاليا بتكلام دي أكتر من رسالة بنفس الصيغة النهار وبتصلت جوزي علي وهو جاي معاها وضربني بسببها وأنا سبت البنت معاه عشان هو ما سمح ليش أخدها وأنا حاليا مأهورة جدا على بنتي عمرها شهور ونفسي تبقى معايا وبقى لي أربع تيام عنده ماما وما سألش فيه أعمل إيه حد من الأباكه أنا إيه لحي اتدخل بسرعة قبل ما الأمور تتعقد فقبل ما المدة الطول والأمور تتعقد حد من الأباكهنة كان أسهل لها بدل ما تكلمنا وتبعت لنا رسالة تروح تخبط على أبونا في الكنيسة وتقول لأبونا الحقني تدخل في المشكلة ودايما بنصح يعني برجو الأباء من فضلكو الدخول السريع في المشكلة يسهل حلها طول الفترات بيعمل مشاكل أكبر هتعقد المشكلة بالضبط النقطة الأخرى دايما هقول لك اكسبي حماتك عشان تكسبي جوزك طلامة قبلتي إنه يكون في بيت عائلة طيب فيه رسالة بتقول ممكن أعرف رأيي سيدنا لو تم الزواج وبعدها بسنة العروسة قالت مش عاوزة تسكم في نفس المكان لكن عاوزة تغير الشقة وتكون جنب مامتها مع إنها قبل الجواز شافت الشقة والمكان ميت مرة ومحدش بيضايقها في المنطقة عايزة عايزة يعرف في رأييني هنا بس عايزة أسأل عايزة تغير الشقة ليه هل مجرد إنها تبقى جنب مامتها ولا هي تعبانة معاه ومش طيقة الحياة معاه فعايزة سند في الحياة تبقى قريبة من مامتها اللي فرحانة وسعيدة مع جوزها تعيش في حجرة وحجرتين وأدياء مكاني فرح فأنا بس يا ابني عايزة تفكر إيه الأسباب الرئيسية للمشكلة اللي بتخليها عاوزة تغير المكان جايزة إنت السبب جايزة يكون مناعها مثلا تروح تزور مامتها لا جايزة هو سبب عاوزة تقدر تروح تزور مامتها في أي وقت الحاجة التانية زو حاجة بتقولي يعني بدل ما تروح تجيب لها شقة جديدة عند أهلها خليها تتردد بين الحين والآخر مع أهلها على أهلها أنا عايزة أقول لكل زوب نقطة مهمة قوية المرأة بطبيعتها عاطفية ويستحيل أن تفصلها عن أهلها فأنا دايماً أنصح الرجالة يخلي فيه تواصل بينها وبين أهلها منتظم عشان ما تحسش برغبة إنها تسيب الدنيا وتروح لأهلها في وقت بالأوقات طيب تي رسالة بتقول مساء الخير أنا اتجوزت واكتشفت أن مراتي مش بنت ورغم كده سمحتها وسطرت عليها وأعادت معايا أسبوع واحد بس وبعد كده بدأت تعمل مشاكل معايا بدون سبب أكلمها ما تردش علي تزعق تكسر الإزاز وترمي كل حاجة وبقت تعمل مشاكل عشان تخرج من البيت وتروح لشخص اكتشفت بعدين إنها على علاقة بي وكانت بتروح تبات عنده رغم إني كنت معتقد إنها تعرفه مجرد معرفة سطحية وعملت مجلس إكلريكي وقدام المجلس ما أنكرتش أي حاجة واتنرفزت قدام الكهنة وهددتني إنها لو رجعت البيت هتموتني بالسم والمجلس قالوا لي خلص نفسك من المحكمة وتعالى وفتحت ملفه كل حاجة مثبتة فيه ورفعت قضية بطلان جواز بسبب الغش طبعا هو كاتب السبب يعني لكن بسبب كورونا الطب الشارعي اتأخر في الكشف عليها 14 شهر والتقرير جاء بعدم الاستدلال على إنها بكر أم لا لطول الفترة اللي تم الكشف عليها بعدها والموضوع تقفل والقضي رفض القضية وتم إغلاق القضية وتم رفض استئنافي للقضية أرجو الحل من فضلكم وآسف على الإطالة هو بيقول ملحوظة هم أنا ليه حالياً ثلاث سنين ونص وهو ساب رقم تليفون هنا في عدة أمور الأمر الأول تاريخ لجوء للقضاء في أحيان كثيرة هو بيخسر القضية لأنه تعايش مع وضعها كونها جمتكم بكراً ولم يرفع بطلان زواج فور ما عرفته فتأخره لمدة طويلة بعد ما عرفته يفقده أمام القضاء حق بطلان الزواج أنا بس بننبه أولادنا في النقطة دي أنت دلوقتي عرفت إنها مش بنت يبقى على طويل بتروح ترفع بطلان زواج برضو حنصح الأباء في هذه النقطة أبونا من فضلك لما هو يعرف إنها مش بنت ومش قادر يعيش معها بلاش الضغوط من الكنيسة إنه هو يعيش معها وهو مش مرتاح لأن الموضوع ده حيبقى منغس للحياة بصورة مستمرة صحيح ولقال لا تفقدو حقه وقبل ما ترجعوهم لبعض فهموه اعرف يا ابني أنت لو رجعت لها تاني هتفقد حقك عند الكنيسة وما تقرش تطلب بطلان وحتفقد حقك في التقادي طلباً لبطلان الزواج ما نقدحش ابننا عشان نريح بنتنا ما إحنا عاوزين نلم الأمور بس هو هنا لما بيرجع وهو عارف إنها ما كانش بنت فقط حقه عند الكنيسة في طلب بطلان زواج وفقط حقه عند القضاء النقطة الأخرى إذا كان فعلاً الكنيسة مقتنعة وعندها الدليل إنها أقرت قدامهم إنها ما كانش بنت كان ممكن تطلب تصريح من المحكمة اسمه تصريح بأخذ رأي الكنيسة في الأمر فهنا الطب الشرعي مش هيقدر يسبت شيء لأنه معناها مش هيقدر يقول هي مش بنت دي السابقة للزواج ولا تالية للزواج بسبب المدة الطويلة لأن الطب الشرعي بيبص على عدة أمور عشان يعرف إن ده حاجة قديمة ولا حاجة جديدة من غير مدخل في التفاصيل فهنا الطب الشرعي فعلاً بعد مدة طويلة من الزواج ما يقدرش يقول البداية فين وده صحيح فكان ممكن هنا يستعين بطلب من القاضي إنه يطلب من الكنيسة يعني إبداء رأيها وهنا كان القاضي يقدر يستعين برأي الكنيسة في إنها أقرت قدام الكنيسة إنها لم تكن مكراً طبعاً دي نصيحة مفروض إن المحامي كان يقدمها له آه طبعاً آه طبعاً وأحياناً المحامي يعني هل مدرك ولا مش مدرك ومع ذلك لو الكنيسة أكدت إنها عارفة إنها مكتش بنت وإن فيه استحالة رجوعها إليها هو كان مستعد إنها ترجع له والتوب هي اللي مصرة مش عايزها وحسممك لو يعني مش هو بس اللي مش عايزتها دي اللي مش عايزها فهنا فيه مداخر أخرى للحصول على حكم الانفصال ممكن الكنيسة تساعده فيه طيب هو يعمل إيه؟ أنا هقول لكم أنتو تبلغوه يعمل إيه؟ إحنا يعني إحنا نبعث لي أو نكلمه؟ أو شفهاتاً إذا كان عنده وسيلة تواصل هو سايب رقم تليفون تقولوله إيه؟ أنا هقول لكم في النهاية تقولوله إيه تمام إحنا كان عندنا تليفونات كتيرة جداً لكن للأسف الوقت انتهى كالعادة الوقت بيجن بسرعة سيدنا ومالحقناش نخلص كل الرسائل بس على وعد الحلقات اللي جاية يكون عندنا حلقات مخصصة كده للرد على الرسائل بتاعت حضراتكم ونرد على كل التليفونات وبعتذر جداً لضغط التليفونات التليفونات فعلاً ما بنلحقش نرد على كل اللي بيتصل لكن ما فيش حد بيتصل وبنرفع سماعة التليفون ونعرف هو مين غير لما بنسجل وبناخد رقم تليفون وحتى لو ما ردناش عليه النهاردة بنتصل بيه في حلقات قادمة فأرجو أن ما حدش يدايق ولا يزعل وكل رسائلكم هي يعني محطة عناية واهتمام مننا وطبع ما عايز أولوك ننسي يعني نخلي كم حلقة فقط للرسائل مش للتليفونات ونخلي تليفونات مع الحلقة اللي فيها موضوع ده مش كده وبس ده أنا كنت مبارح اه جمعة اه في مدينة نصر وساعدت جدا باجتماع ناجح جدا للأسرة فرحت بيه قوي لأسباب كتيرة قوي يعني وبشكر أبونا القائم على هذا البرنامج أبونا هنالحق باجتماع ناجح قوي بكل أبعاد الكلمة يعني اتبعث لي كم من الأسئلة قلت لهم دي عايزة يوم بحاله يعني اي فقدرت أجاوب على قدرت أجاوبه وطلبوا مني بإلحاح طب ممكن الأسئلة اللي انت منحقتش ترد عليها في البرنامج طبعا فأنا فديتها النهاردة للبرنامج ونجهزها برضو طبعا هنجهزها في حلقات قادمة ونمشي بالتوازي يبقى فيه موضوعات ويبقى فيه رد على أسئلة حضراتكم وسيدنا مش بيبخل علينا أبدا لا بوقته ولا بحكمته ولا بأي تفاصيل تخص حل أي مشكلة والحقيقة يعني أنا بشكر سيدنا جدا على الهوى إنه مش بس بيسمع المشكلات وبيحاول إنه يحللها ويدي حضراتكم الإجابة لكن كمان بيعمل مجهود كبير قوي بعد الحلقة لإنه بالفعل بيتواصل مع الناس وبيكلمهم بيريحهم على قد ما يقدروا بيشوف حلول وأنا بشكرك جزيلا يا سيدنا بنيابة عنهم لإنه ده مجهود كبير جدا بشكرك جزيلا عليك أخذ بارك ألف شكرا يا سيدنا أنا بعتبرها رسالة يا الحقيقة طبعا طبعا شرفتنا ونورتنا وقفتنا كالعادة سيدنا نيافة الحبر الجليل الآن بقول له وثان طالطا بشكرك لإهتمامك والإسلوبك الرائع في معالجة الأمة شكرك جزيلا يا سيدنا بتعلم من نيافتك ألف شكر لنيافتك وبشكركم مشاهدين على متابعة حلقة النهاردة الحلقة موجودة بالكامل على صفحة برنامج أنا وبيتي تابعوا صفحة البرنامج عليها كل الحلقات اللي فاتت وعليها مقاطع الحلقة الجديدة واشوفكم يوم السبت الجاي الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة